السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزي حضراتكم عاملين ايه ربي دايما تكونوا بخير ومعينا النهاردة فيديو جديد وخبر جديد بس ياريت قبل ما نبدأ خبرنا من ننساش نعمل لايك وكمان نشترك في القناة شان يوصل لنا كل جديد من الفيديوهات ان شاء الله وخليكم دايما فاكرين ان هنا وبس هتلاقي كل اخبار جديدة فما تدورش وما تحتارش اشترك في القناة وانت هتلاقي كل خبر جديد خبرنا النهاردة بيتكلم عن الجميلة ندين وهي في حفل التكريمة في دبي عن مسلسل صالون زهرة وبعدين طبعا او صالون زهرة زي ما الناس بتقول المهم بقى طلعت وهي طلعة كانت هتقع بالفستان وراح تفتح الفستان جدا وطبعا ده عرضها الانتقادات لان فتحة الفستان كان عالية اوي 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 وطويلة جدا وناس هجمتها كتير على ده وبعدين مروا راتب كمان انتقادتها وقيت لها انت بالذات ما تتكلميش وما تتكلميش لان شكلك مربع وشكلك مش عارفة ايه ولكن بصراحة برضو الناس مستكتدتش مروا راتب قالوا لها انت مين عشان تتريع على ندين وهي احلى منك الف مرة وتتريع على شكلها وتقول ان هي شكلها وشها مربع وشكلها شبه الرجالة وخليها تعمل بس نفسها كمش عارفة ايه الناس قالوا لها بقى وما تكتوش محبين والناس كتير جدا بصراحة من الجمهور قالوا انت بذات ما تتكلميش ندين طبعا احسن منك بكتير وانت اصلا مين يعرفك وانت ولا ليكي ولا شكل ولا ملامح ولا اي حاجة وهي فعلا واحدة شكلها عايستيش الروح خلاص على الفوضي واصلا شكلها اصلا يعني استغفالله العظيم واحد بس مش بيعيب على حد ولكن هي اخر واحدة تنتقد اي حد او تتريع عليه وبكده خبرنا يكون خلص خلاص النهاردة وانشوفكم فيديو جديد وحلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله